وهذه اللفتة الكريمة من جلالته لم تأتي من فراغ معالي الرئيس أنا شخصياً واجهت من قبل الانتخابات النيابية أحداث كثيرة داخل المدارس الخاصة معالي الرئيس تتعلق بهذا الغزو الفكري وحتى السلوك الشاذ معالي الرئيس وهذه أحد المنشورات معالي الرئيس في المدارس الخاصة الآن قصص ومواد تحتوي بشكل واضح على شذوذ جنسي وتدرس بل وتعطى فيها الامتحانات معالي الرئيس ووصلنا إلى هذه المرحلة قبل أن يتكلم جلالة الملك بهذا الخطاب السامي وأعتقد أن الكل الآن يجب أن يتخذ موقفها سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو الحكومة ونحن في برنامج عمل المجلس عمل الحكومة معالي الرئيس أدخلنا ترجمة الخطاب السامي في البرنامج وهو تعزيز المناهج التعليمية لعدم المساس بمنظومة القيم والتقاليد بما لا يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية السمحة والفطلة الإنسانية السليمة وهذا شيء مهم نود أن نؤكد عليه في ردنا على الخطاب السامي وهو رد تأكير من جلالة الملك وثم نعكس على برنامج عمل الحكومة معالي الرئيس فوضع الحل من الآن أفضل مما نصل إلى مرحلة نفقد السيطرة فيها الأمور وتنتشر هذه الظاهرة السلبية